السلام عليكم قصتنا اليوم وحصلت في الامارات عام 2014 يوم الايام احد رعاة الالبل والحلال مار في وادي ينقال له وادي حام هذا في رأس الخيمة في الامارات شاف سيارة مبين انها اسقطت من علوية لكن ما توقع ان هالسيارة هذي سقوطها جديد والى الان موجود فيها صاحبها اعتقد ان الموضوع كان امس او اليوم المهم لما اقترب منها ولا صاحب السيارة موجود داخلها متوفي بلغ السلطات الامنية وحضروا وبدت عملية استخراج الجثة لانه مبين ان الرجل مفارق الحياة الله يرحمه فقعدوا يقصون من تعرفون نظام الاطفاء والدفاع المدني لما يقعدون يقصون في حديد السيارة لين يستخرجون الجثة لان السيارة هالشمع المهم بعد ما استخرجوا الجثة وتأكدوا ان صاحبها طبعا متوفي بدأ اجراءات الادلة الجنائية في البداية اللي شوف المنظر هذا يعني على طول بيقول اكيد سيارة اسقطت من علو ويمكن صاحبها ما كان منتبه ممكن حصل معاه حادث ممكن احد صدم فيه وهو ماشي في الطريق وانحارف عن طريق يعني وانحارف عن المسار وسقط المهم الادلة الجنائية بدأوا يبحثون في الموضوع لكن لحظة توقف فيها رجال الامن بعد ما شافوا ان الضحية او صاحب السيارة رحمة الله عليه رجولة مقيدة تعرفون الوزار اللي يلبسونه الرجال رابطين فيه رجولة والسيارة ما فيها احد ثاني من اللي كان يقود السيارة غير اوه وشلون كان يقود السيارة ورجولة مقيدة بالوزار قالوا لا لا الموضوع فيه شبهة جنائية ما هو حادث مروري وبالفعل تم رفع الجثة وخضاع السيارة للفحص الدقيق ورفع البصمات منها اعثروا على بصمات شخصين يعني ومبين البصمات هذه حديثة بمعنى انتم عارفين السيارات لازم يكون عليها يعني بصمة احد الغسال احد ما رفع الغلط وحط ايده على السيارة يعني لكن لما تكون البصمة جديدة يبين يعني رجال الدين الجنائي ترى يفرقون بين البصمة تكون قديمة وبين بصمة تكون هذي اخر يعني احد لمسع مثلا المهم عندهم بصمتين الحين يبحثون عن هالشخصين شلون يتوصلوا لهم بدوا رجال المباحث يحققون في الموضوع من وهالشخص هذا اللي متوفي اولا هذا محامي ينقال لأحمد الضحناني عمره اربع وخمسين سنة الحين محامي وانتم عارفين في بعض المهن تعتبر مهنة يعني فيها خطورة وممكن الشخص يتعرض للأذى بسبب مهنتها يعني اذا كان مثلا محامي او محقق او ضابط مباحث او حتى قاضي او مستشار لابد انه يتعرض يعني لبعض يعني لازم واحد يحرص عليه ما يكون نفس الانسان العادي المهم بدأوا اول ما حققوا في الموضوع طبعا بلغوا اهله انه توفى وهلا احزنوا عليه الرجل متزوج وعنده عيال وسألوا زوجته هل لها عداء ولا شيء قالوا لا ابدا بالعكس كان انسان جدا خلوق وكان يعني انسان يعني ما يحب الشر ويساعد الناس ما عنده مشاكل يعني انه تخلي الواحد مثلا يندفع انه يقتل علشان يعني ينتقم منه مول هالدرجة محامي اكيد عنده موكلين واكيد فيه ناس ضد الموكل هذا لكن مو الى درجة انه ينتقمون منه فالموضوع اصبح طويل يعني بحاجة الى بحث في ملفات القضايا اللي يماسكها المحامي والبحث عن يعني الاماكن اللي يتردد عليها وهذا اللي يسووا رجال مباحث قعدوا يبحثون فترة طويلة بجميع التفاصيل وعلاقة المحامي في المحلات مثلا اللي كانوا يزورها الاماكن اللي كانوا يزورها الأقارب الأصدقاء الموكلين اللي كذا اللي كذا المهم بعد فترة طويلة من البحث حتى الناس اللي كانوا مشتبه فيهم بصماتهم ما تطابق مع البصمتين اللي قوها على السيارة قالوا خلونا نبحث أكثر ونتقرب من المحامي أكثر شلون قاموا يستدعون أهل المحامي ويسألونه يعني مثلا أخوانه أصدقاء زوجته توصلوا إلى معلومة ما توقعوا أن هذه المعلومة فعلا أنها راح تكشف لهم القاتل قالوا يعني ما أودنا نذكر هالمعلومة لكن ترى المحامي كان عنده مشاكل سابقا مع زوجته خلافات زوجية عادية ومرة من المرات وصلت إلى أن تحصل شكوى في مركز الشرطة الظهر بين وبين زوجته مشاكل وزعلت مرة واشتكت أو شكا المهم لكن مشاكل وانتهت ومشاكل بسيطة يعني تحصل في أي بيت قالوا ما يخالف بما أن ما عندنا أي إنسان مشتبع فيه بشكل رسمي إحنا ما نقدر نتغاض عن أي معلومة وبالفعل قاموا واستدعوا الزوجة شنو نوعية المشاكل اللي بينت وبين زوجت الله يرحم المحامي كانت أبدا مشاكل عادية يعني زوجية عادية ومستحيل إن أنا يعني تعتقدون لو واحد بالأمية إن أنا ممكن أضر يعني به الصورة هذه وكذلك رجال الأمن يعني حتى البصمات اللي لقوها على السيارة ما تطابق مع الزوجة لكن الأمر أصبح مهير من الشخص اللي له مصلحة في قتل المحامي المهم مني منك مع التحقيق قاموا وللاطمئنان زادوا في موضوع التحقق من صحة أقوال الزوجة قاموا وسووا بحث في سجل الهواتف بين الزوجة وبين أي شخص يعني مثلا تتصل فيه اشتبهوا في اتصالات كانت غريبة وهذه كانت قبل مقتل المحامي هالاتصالات كانت بينها وبين رقم وهذا الرقم لما بحثوا فيه طلع لشاب اماراتي لكن ما تربط مع الزوجة اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد يعني لاه زميل في العمل مثلا وله قريب وكذا من هالشخص هذا وليش اكثرت الاتصالات قبل مقتل المحامي بيوم يومين المهم ألقوا القبض على صاحب هالهاتف هذا ولا هالشاب هذا الاماراتي تعال شنو علاقتك بزوجة المحامي فلان لفلاني أبدا ما لي علاقة وكذا ما في تواصل بينك وبينها قال لا قال شون لا الكشف مبين انك تتصل عليها وتتصل عليك ازين احنا نبين عارف احنا ما علاقة انت شون يعني في ربط بينك وبينها لكن احنا اللي همنا انت لما اتصلت عليها أكثر من مرة وهي متصل عليك أكثر من مرة قبل يوم من وفاة زوجها ليش شون كان عندك يعني شون الموضوع المهم اللي كان بينكم عطنا شي مقنع احنا رح نقس معك الولد تلعث يوم راحوا والقوا القبض على الزوجة قالوا لها ترى شريكة اللي هو فلان الفلاني اللي هو الشاب الاماراتي هذا اعترف وكذا اهني البنت انهارت الزوجة واعترفت بالسالفة بالكامل انا ادري راح تنصدمون مثل ما انا انت صدمت صراحة تفاصيل الموضوع الحين انتم وانا عرفنا ان سيارة طايحة من الطريق العام في وادي حام اللي برأس الخيمة وتوفى الله يرحم المحامي لكن شلون يعني هل اصدموا فيه مثلا هل اقطعوا مثلا اللي هو السلك اللي هو البريك او المكابح السيارة وسقط اسمع باعترافات الزوجة تقول انا قبل وفاة الزوج ومقتلة بيني وبين زوجي مشاكل دائما تحصلوا احنا متفاهمين وكذا مع ان عندهم ما شاء الله عيال كثير يعني لكن احنا ما احنا قادرين انتوافق مع بعض دائما ازل عليه ويزعل عليه وكذا ومرة تطور المشاكل بينه ومرة انا رحت مركز الشرطة تقدمت بشكوى وبعدين تصالح من هالكلام انا قررت اني اتخلص منه في المرة الاولى قالوا شون في المرة الاولى قالت لاني انا حاولت اني اقتل اكثر من مرة وما قدرت مصدموا قالوا يلا قولي لنا المرة الاولى شلون قالت في واحد اماراتي انا ليه في علاقة طبعا انا انا ابو طلال لاحين ما فهمت شنو نوع العلاقة لكن هذه استأجرت هالشاب هذا انه تعطيه امية الف درهم اذا ساعدها بالتخلص من زوجها فقام الولد بحاجة الى معاون فراح استعان بسايق هذا يعمل عند ابوه باكستاني الجنسية قال تساعدني باعطيك عشر تالاف درهم وهو ياخد تسعين الف درهم قال الباكستاني حاضر وفعلا منتظرين الاشارة من الزوجة فقامت يوم الايام واستدرجت زوجها الى احد الشقق وكانوا في انتظارها اللي هو الشاب الاماراتي وكذلك الباكستاني الا انه يعني ما كانوا مرتبين الخطة مضبوط والزوج الظاهر يعني كان راح يكشفهم فكنسلوا الخطة واجلوها الى يوم ثاني اليوم اللي بعده تقول انا حطيت منوم بالاكل حق زوجي وعطيت الاكل لكن الغريبة انه حتى الخطة الثانية هذي ما نجحت قالونا ليش قالت سبحان الله اول مرة الزوج ما يعجبه اكلي سبحان الله وفعلا ماكله وفشلت الخطة وبلغت ثاني شريك اللي هو الشاب وكذلك اللي معاه الباكستان انه ناجل الموضوع الى اليوم الثاني لكن حطيت في قرارة نفسي انه هالمرة لازم اسوي خطة تكون محكمة مو مو مثل الخطة اللي فاتت فقعت ابحث بالانترنت يعني ابحث عن طريقة اني اقدر تخلص منها يعني اقدر انفذ جريمة بحيث اني انا ما انكشف بطريقة تبين ان الوفاة رح تكون وفاة طبيعية قالو زين قالو زين قالو زين قات فعلا اكتشفت ان اللي اللي فيه مرض السكري هذا ياخذ ابر في بعضهم ياخذ ابر الله يشفيهم ان شاء الله ياخذون ابر في منهم ياخذون الحبوب فاللي ياخذ ابر اللي يسمونها الانسولين ياخذها على مقدار معين اذا زاد هالمعيار يعني مثلا مرتفع عنده السكر وخذ جرعة الانسولين ياخذها مثلا نقوله خمسين ملي مثلا لو انه اخذها مثلا امية ملي اش يصير فيه بدال ما يتوازن عنده السكر ويكون انسان طبيعي راح ينخفض السكر عنده اكثر ويقوم اش يصير فيه يصير فيه انخفاض في الدورة الدموية يصير فيه اختلاف بنوضات القلب يصير فيه دوخة يصير فيه انهيار بجسمه خلاص يحس بخمول ما اقول انا لما قرأت هالمعلومة وكنت ادري انه زوجي اصلا يعني مريض بالسكر وياخذ دول الانسولين فقلت بس هذه هي الخطة المناسبة وفعلا اتفقت مع شركائي اني انفذ الخطة وبعد ما يعني انتأكد ان يعني دخل فيه غيبوبة السكر هذي يدخلون ويساعدون في عملية تتخلص منها فقمت ذاك اليوم وحطيت لها المنوم في الاكل فنام اول ما نام نوم عادية بالليل طبيعي لكن غط في النوم قمت انا وجبت ابرت الانسولين اللي هو ياخذها كالعادة لكن نزد فيها الجرعة الدبل ثلاث مرات يعني اذا كان ياخذ مثلا ثلاثين حطيتها مثلا تسعين او امية او امية وشوي يعني عطيت الدبل وعطيت الابرة وقعت انتظر شوي حسيت انه خلاص فعلا انخفض عنده السكر بشكل كبير واصبح فيه خمول وهو اصلا يعني تأثير المنوم كان قوي عليه فكان مثل الجثة قمت ودخلت شركائي الشاب الاماراتي واللي معاه الباكستاني يوم ادخلوا فقال للشاب انه لأ شكله ممكن انه يقاوم صحيح انه الحين فيه سابع نومة ويعني وفيه خمول لكن احنا شنو خسرانين عاطيه بعد ابرة ابرتين وهذه الابرة تقول انا كنت شاريتها زيادة يعني وتقول واروح وعطي شريكي الابرة وقام فعلا وعطاها ابرتين من الانسولين زيادة علشان فقط يتأكدون لما خلصنا المهمة قمنا وشننا الجثة طبعا مساعدة الشاب واللي معاه وشالو واجلسو في صالة البيت سألوهم حقيقين زين عيالة وين كانوا ما شاء الله عندك من زوج هذا هدعش ولد وبنت قالت كلهم قبل لأنفذ العملية هذه خليتهم يصعدون فوق بالبيت وينامون وبعدين نفذت العملية هذه قالوا زين وبعدين تقول جلسناه في الصالة وكانت الخطة أن نخليه يعني جالس في الصالة ولين هو يتوفى بسبة انخفاض الحاد في الدورة الدموية ومنها الكلام وخفاض السكر ولما أبلغ أنه توفى راح يحضرون رجال الأمن والأدلة الجنائية وشوفوا أنه يعني الوفاة كانت طبيعية لكن بعدين أنا خفت من موضوع وهذا شيء انتبهت بعد ما يعني خليناه يجلس على الكنبة قالوا شنو قال أنا خفت أنه بعدين الأدلة الجنائية إذا في حصور راح يشوفون أنه في نسبة أنسولين كبيرة جدا في دم فقررت أني أتخلص من الجثة مرة واحدة فقلت حق شريكي أنا أبيك تشيل هالجثة من هنا طبعا تقول إلى الآن ما توفى يعني أنا كنت منتظره ساعة ساعتين أنتظر يموت يعني لكن شريكي قال ليش تبين نتخلص من الجثة قالت أبيه توفى برا البيت وعلشان لا أدوخ مع الأدلة الجنائية ويجون هنا ويجون ويجون ومن هالكلام قال لا بس خلاص أنا عندي فكرة قالت لي شنو ويجون ويعطي مفتاح سيارته للباكستاني يقول أسوق السيارة وأنا أسوق سيارة المحامي طبعا بعد ما أخذوا المحامي وحطوه في السيارة وقاموا وربطوا رجوله بالوزار اللي عنده في البيت ومشوا في الطريق طبعا الزوج قعدت في البيت وقال هانا اللي هو شريكها رح أبلقتش بعد ما نخلص من الموضوع مش الشاب راكب سيارة المحامي والمحامي جالس جنبه والباكستاني يسوق سيارتها وراه ويمشون إلى أن وصلوا وادحام ووقفوا على طرف الوادي في سيارة المحامي وقاموا حطوا المحامي مكان السائق وبوش السيارة يعني حط السيارة على الرقم D أنها تمشي بروحها شوي شوي إلى أن سقطت السيارة الوحدها من فوق الوادي إلى أسفل وتكسرت ولا حد انتبه أبدا من الناس لأن المكان كان مظلم ومكتوح إلى أن كشفه راعي الحلال هذا اليوم الثاني اللي بلغ رجال الأمن يعني صراحة مثل هذه أنا ليش شدتني صراحة الجريمة والله في كثير من الجرائم القصص عندي أتغاضع عنها لأن يعني مثلا وحدك ثلت زوجها على موضوع تافه وخلاص وهي يعني تم معاقبتها وانتهى الموضوع أنا ما أتشدني هذه ولا أحس أن منها فايدة أن ما أطرحها لكم لكن لما قضية مثل هذه التخطيط كأن فيلم أجنبي يعني أنا شفت الحركة هذه بأفلام أجنبية أن يخلون سيارة على طرف الوادي علشان طيح علشان ما يشتبهون يعتقدون أنه حادث مروري ما توقعت أنه في أحد يفكر بها الصورة هذه ما كن بالطويلة واجهوا الشاب الإماراتي بالاعترافات واعترف خلاص خربانه وبصمته وبصمة الباكستاني أصلا على السيارة مثل ما قالت لهم الزوجة وراحوا حق البيت وفعلا ولا في عبر إنسولين والوزار هذا وزار المحام من بيته يعني في أحد مربطه من داخل بيته يعني أبدا خلاص ما في مجال أصلا للنفي أو الإنكار ويروحون للمحاكمة في أول درجة الزوجة إنكرت إنكرت كل الأقوال وقالت هذا مو صحيح وأنا ما اعترفت وأنا كذا لكن بعدين كذلك رجعت واعترفت لأن واجهوها بأدلة كانت قاطعة على موضوع قيامها بترتيب الجريمة بالكامل وفي أول محاكمة تم الحكم على الشاب الإماراتي بالإعدام أما الزوجة والشاب الباكستاني بالسجن المؤبد لأنهم يعني مشاركين في الموضوع أما القاتل الحقيقي هو الشاب الإماراتي اللي شال المحام وحاطه في السيارة وهو اللي يعني نفذ العملية عملية القتل أما الباكستاني كان مستأجر من قبله وكان مساعد له والزوجة هي المحرضة فأخذوا حكم المؤبد رغم أن ترى عيال المتهمة وعيال المحامي الله يرحمها تنازلوا عن أمهم يعني اش يسوون يعني تبقى هذه أمهم وهذا اللي توفى الله يرحم أبوهم يعني الأمر جدا صعب يعني وهذه نهاية صالفتنا وفمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر